اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من متابعاتنا لغزة واحداث غزة وحرب غزة عشرين تلاتة وعشرين في القاهرة السبت كان هناك قمة السلام قمة السلام والعديد من زعماء العالم ومن وزراء خارجيتها والقمة تتعلق بغزة لكن لم تنتهي القمة ببيان محدد كانت المواقف حتى في الجلسة الافتتاحية واضحة من دول مثل اليونان وايطاليا وغيرها توضح وتؤكد على مسألة ادانة حركة المقاومة الاسلامية حماس فيما حدث يوم السابع من اكتوبر ضد الاسرائيليين وبين التركيز على الجانب العربي المشارك في مسألة ضرورة وقف اطلاق النار في مسألة توصيل المساعدات فورا ووقف استهداف المدنيين باعتبار ان المدنيين يجب ان لا يكون هناك تفرقة بين مدني عربي او فلسطيني ومدني اسرائيلي كما اوضح ذلك ايضا في كلماته العاهل الاردني المالك عبد الله اتحدث عن هل من حلول هل من مخرج من هذه الازمة خصوصا التركيز على الدور المصري باعتبار ان لديها البوابة بوابة فرح ولديها الحدود 12 كيلو متر مع قطاع غزة وكيف يمكن ان توصل المساعدات اذا كانت اسرائيل تقوم بقصف اي مساعدات او اي دخول اليها بدون موافقتها هل من حلول دون ان تتورط مصر في حرب اخرى مع اسرائيل في الواقع لفت انتباهي في شهر مايو الماضي وقبل هذه الاحداث مقالان كتبهما في موقع مصر 360 السفير المصري السابق ايمن زين الدين يتحدث فيه عن ان مصر يجب ان تتحول من الدفاع الى الهجوم في علاقتها مع اسرائيل في ضوء اننا نتعامل مع حكومة متطرفة للغاية ويوضح ان هذا الاسلوب يمكن ان يتم دون الانتهاكات لاتفاقيات كامب ديفيد دون انتهاك لاي شيء دون ان تخسر مصر علاقاتها الدولية فكيف السبيل الآن مرة اخرى نحتاج الى ان نسمع هل من سبيل لتفعيل الدبلوماسية المصرية بشكل يختلف عما هو الحال الآن عن الموقف الدفاعي وانتظار موافقة اسرائيل عبر وساطة امريكا ان ننقذ الفلسطينيين والمدنيين الابرياء هناك ارحب في هذه الحلقة بضيفي من القاهرة سفير ايمن زين الدين مرحبا بك اهلين استيس حافظ اعتقد اخر موقع لك كان سفير في اسبانيا حتى 2014 صحيح صحيح لنبدأ اولا بقمة السلام لا ادري لماذا اختيار كلمة قمة السلام لها وهل كانت مفاجأة ان لا يكون هناك بيان مشترك طالما ان ليست قمة عربية حتى يكون الموقف العربي واضح ولا هي قمة دولية تم الاتفاق على مخرجاتها في رأيك ما المشكلة اولا تحياتي وتقديري الشديد للعمل اللي بتقوم به من مكانك وبترجعنا لذكرات من واشنطن سنين طويلة يعني اتمنى انك تستمر في هذا اجابة على سؤالك من غير شك ان حدوث امر كالذي نشهده في غزة حاليا اللي هي اقرب نقطة لمصر ومصر بتكون اكتر دولة تأثرا بما يجري فيها يستدعي من مصر التحرك مستحيل مصر تشوف ده ويبقى شغلها الوحيد امور صغيرة تفصيلية ترتيبات امنية على خط الحدود لابد ان مصر تنشغل بما هو اكثر من ذلك لمصلحتها وبحكم مسؤوليتها فالدعوة للقمة دي كان شكل من اشكال التصرف الطبيعي اللي الحكومة المصرية لابد انها تعمله لمحاولة التعامل مع الازمة والخروج منها مشاركة الدول الوسعة الحقيقة يعني عدد كبير من الدول لشاركة دليل على نمرة واحدة انه ادراك لقيمة مصر ولما مصر يتوجه دعوة الناس بتستمع لها كمان ادراك لخطورة الازمة وان مطلوب يكون فيه التحرك ديبلوماسي وربما لا استبعد على البعض على الاقل الرهبة في ان هم يكونوا متواجدين لضبط ايقاع ما سيصدر عن القمة لكي لا يبتعد كثيرا عن ما يتصورونه المصار السليم او المصار السليم من وجهة نظر مصالحهم الحقيقة ده شيء وما حدث في القمة وما نتج عنها شيء تاني اعتقد طبعا انه كان فيه خبت امل شديدة ان القمة ما اخرجتش بنتيجة ويكفيني في ذلك الاشارة الى النبرة اللي فيها قدر من الاسف في البيان اللي صدر عن رئاسة الجمهورية في مصر انه يبدو فيه ان مصر كانت اتمنى ان القمة يخرج عنها اكثر من مجرد لقاء لطرحة كل دولة طرحة ما لديها من المواقف ونخرج كما دخلنا فبالتأكيد فيه خبت امل واعتقد انه ده جزء منه ناتج عن الشقة واسعة جدا في المواقف بين الاطراف تحديدا زي ما انت تفضلت ما بين الدول الغربية من ناحية وما بين الدول العربية من ناحية تانية وبعض دول العالم التالت اللي تحمل نفس وجهة نظرنا المسافة واسعة انما كمان ده كله بيطرح تساؤل احنا خدنا الخطوة دي هل كنا متوقعين ده ولا اتفاجئنا به ده سؤال انا ما عنديش اجابة عنه هل ايضا كان فيه توقع ان الرئيس بايدن يشارك حين تم التفكير فيها حين جاء بلينكين وزير الخارجية الامريكي وبدأ التسريب كلام على انه بايدن سيشارك في مصر في يوم السبت وسيأتي ثم تحرك الوضع الى تعالوا لي على الاردن ثم مع ضرب قصف المستشفى لم تعد الظروف تسبح طبعا انا ما عنديش المعلومة اكتر من التسريبات اللي اسمعناها لان اعتقد انه مثل هذه الامور بديتم تدولها في دوائر صغيرة جدا واعتقد انه الادارة الامريكية حتى لو كانت في لحظة فكرت في الفكرة دي ادركت بسرعة انه فرص خروج القمة بنتائج تتفق مع اللي امريكا شايفها واللي هو بوضوح منح اسرائيل الغطاء الكافي انها تعمل مع تبارات الولايات المتحدة دفاع عن النفس تصورها ان القمة تخرج بنتائج تصير في نفس الاتجاه ضعيفة جدا ففضلت ان الامور تقتصر على اللي اقترحوا القمة الربعية اللي زي ما انت بتقولي نصفت مع المستشفى المعمداني هل كان واجب مصر تعمل نفس الموضوع انه كما ألغيت الاحداث تطورت بشكل لم يعد يحتمل اي تقارب في وجهات النظر الاوروبية الغربية مع العربية انه كما ألغيت عمان يجب ان تلغى القاهرة شو يا استاذ حفظ انت الحقيقة بتطرح سؤالي وثير شجون لا انت ولا مستمعينك يعني تحب تخشه في دقائق تفاصيل عمل ديبلوماسي لكن عادة الطرح مبادرة ديبلوماسية فريدة ونادرة وحساسة في لحظة زي دي يعني له له تقاليد ولو قواعد لابد انه يسبق الاعلان عنها حد أدنى من التشاور مع مع عدد من الدول المهمة للتأكد ان الخطوة دي ستلقى الترحيب المطلوب ان التوجه اللي مصر عايزة لانه هدف مصر ايه قبل ما حد ادعو لقيم ما لازم ابقى محدد هدفي هل انا هعمل لقاء يعني مجرد انه بيوجه رسالة كده انسانية لوجوب البحث عن السلام ولا هي لتوحيد مواقف ما بين المشاركين هل دول مشاركين ممكن تتوحد مواقفهم هل هي هتبقى تشهد عملية تفاوض على طب هنعمل ايه في دخول المساعدات طب هنعمل ايه الوقف اطلاق النار طب وتقول ولتسليم الاسرة والمسجونين من الجانبين كل واحدة من دول تحتاج لقدر من الاعداد لوضوح رؤية مسبق حتى قبل طرحها ثم جهد شديد الكسافة احنا مش في لحظة عادية مش بندعو القمة دورية لتنظيم دولي مستقر احنا قمة ازمة ونختار مين اللي ندعوه ندعوه ازاي وازاي نتحرك لكسب الناس لوجهة نظرنا لتطوير افكارنا لضمان انها تحظى يعني شعوري كده ان احنا تحركنا بدافع القلق والانزعاج والرغبة في ان احنا نعمل حاجة لكن ما شفتش انا على الاقل لو ربما انا يكون خفي عني تحركات مهمة ما شفتش تحركات توصل للنتيجة لكن النتيجة بتقول انه لا ما حصلش ما خرجتش القمة بما كان يؤمل منها وزي ما قلنا حتى بيان الرئاسة المصرية كان فيه شيء من التعبير عن الاستياء كده المنطوى الضمني هل حتى لو اقتصرت على المستوى العربي ايضا هناك اختلاف في وجهة النظر خصوصا الموقف الاماراتي الذي حرص رئيس الامارات ان يحضره وهو قريب جدا من الموقف الامريكي والاسرائيلي طبعا انا لو انا كنت بعمل خطة للتحرك مصري كنت هحط في البداية لقاء عربي قمة عربية يفضل لان دي حيث تتخذ القرارات في عالمنا العربي مش في غيرها يعني قمة عربية للوصول لموقف مشترك وعارف كلامك يقول طبعا ان الموقف العربي ما هوش موحد وبالتالي الموقف المشترك مش هيكون هو الموقف اللي ربما مصر تتمنى لكن بالتأكيد اي موقف مشترك نقدر نوصله هيكون افضل من ان الامور كده مبعثرة وربما النقاش بيننا كدول العربية يدي ثقة الاكتر لتحرك اي منا للسعي للخروج من الازمة وانا متأكد ان حتى لو الامارات عندها موقف سلبي من اللي عملته حركة حماس اكيد هي مش يعني لا تشعر باهمية وقف اللي بيحصل في غزة دلوقتي ولا طبعا السعي للتوصل لتسويه لانه في النهاية مهما كانت هذه الازمة ما هي الا تفصيلة في قضية الاكبر اللي هي القضية الفلسطينية هل تعتقد انه السعودية تشعر بانها بان ما تم هو يستهدفها ايضا وليس فقط يستهدف اسرائيل يستهدف جهودها الدبلوماسية والسياسية انا يعني مش هحاول طبعا اخمن دولة زي السعودية قدرت الامور زي السعودية لكن ما فيش شك انه ناس كتيرة استنتجت انه العملية دي احد بوعثها كانت ايقاف او ابطاء قطار التطبيع العربي الاسرائيل وربما يكون هو كان كده فعلا ما هواش ما هياش تفكير تفسير تأموري للي حصل ربما يكون ان الفلسطينيين او حركة حماس واللي الحقيقة لازم لواحد يقول انه في احيان كتير تصرفات حركة حماس يبتبقى محل خلاف جوه المجتمع الفلسطيني اعتقد انه اللي حصل المرة دي برغم ما شابه من محل امور قد ينتقدها البعض الاعتبارات انسانية وغيرها يعني يحظى على مستوى الاستراتيجي بتأييد ما شفتوش من زمان سواء على المستوى الفلسطيني او حتى على مستوى العالم العربي انه جزء منها شعور الفلسطينيين سواء اللي عملوها او اللي ايدوها انه قطار التطبيع ما هو الا جزء من حركة واسعة لطي صفحة القضية الفلسطينية والانتقال الى ما بعد وده امر اي اي فلسطيني مخلص لقضيته لابد انه يسعى لايقافه كنا ننتقدهم لو عملوا حاجة ضد المملكة او كده واعتبر يعني ايه زي ما كان في وقت ملقوقات استهداف الاشقاء لبعضهم البعض وسيلتهم لتحقيق اهدافهم السياسية اللي حصل ما كانش موجه للمملكة حتى لو كان موجه لأمر او احد نتائجه امر يتعلق بالمجرسة اعتقد ان الفلسطيني كان شغلهم الاكبر هو انه حاجات كتيرة بتقدي بتعني طي صفحة قضيتهم انه هم خلاص اصبحوا مشكلة اثرية لا تملك لا يملك اصحابها من القوة ما يمكنهم من فرضها وبالتالي خلينا نشوف بقى الامور التالية بهذا التفسير انا اقدر اشوف انها اثرت على التضيير السوريلي لو تحولنا الى رؤيتك التي وضعت كما ذكرت في المقدمة من مايو الماضي يعني يعني لا علاقة لها بهذا واذا بهذه الاحداث تعيدنا مرة اخرى للحديث عن انه في رأيك ان السياسة الخارجية المصرية بالذات مع اسرائيل يجب ان تتغير وحين تتغير لا نقصد بهذا لا انتهاك للقانون الدولي او لكامب ديفيد ولا نحن نريد ان ندخل في حرب كيف تتدخل وتكون هجومي مع شخص متهور على الجانب الاخر تمام الحقيقة مش من اي اسباب رضاية عن نفسي انه انه المقالات دي كانت رسالة فيها فيها قدر من التحذير ان احنا دخلين على مزيد من الاضطراب وان الاضطراب ده حيمس مصر وانه ربما يكون كان فيه فرصة وغالبا عمر التاريخ ما بيقول انه الفرص لها اخر يعني انما وقتها كانت فرصة ربما افضل من اللحظة دي لاستباق هذا الاضطراب والتدهور بمراجعة المعادلة انه معادلة عملية السلام لنقل اللي بدأت من مؤتمر مدريد سنة 91 حتى انهارت عمليا سنة 2001 بانتقل الحكم في اسرائيل وامريكا لحكومات مضادة للتسوية واستمرار ابتعاد هذا الهدف اللي حولوا الى حلم ثم ربما يصفون بعض بانه صراب ده كان شعوري ان احنا مصر محتاجة تغير عدة الادوات التول بوكس بتاعها تغير السوفتور ماينفعش نفضل شغالين على ان في عملية سلام احنا مستنين لحد ما ييجي الظروف المناسبة للانتقال لها وهي خلاص بتنتهي ما فيش عملية سلام اسرائيل مش معتبرة ان فيها عملية سلام ولا ان هدف الدولتين هيتحقق المجتمع الدولي كل ما تحصل حاجة يقول لا بد الا ان تنازل عن حل الدولتين كما لو كان ان ده في حد ذاته ابقاء على الهدف لكن من ناحية اقول ان مصر في مساحة لا بأس بها بين المواجهة والصدام والحرب وبين السلام الود وانه اتفاقية السلام من مصر واسرائيل واتفاقية كام ديفيد لا تقيد مصر الا في حدود معينة ما بعد هذه الحدود الدول من حقها تتحرك اسرائيل بتتحرك ما بترعيش مصر في كل تفصيل من تحركتها يعني بما في ذلك انك سحب السفير رغم انه يعني البعض بيارى انه هذا ليس مجدي لكن سحب سفير واستعادة سفير او غيرها او طرد سفير لا تعني انك بتنتهك اتفاقية على قد ما هي خدوات لمزي هيت عملت قبل كده يعني في ظل اتفاقيات اتفاقيات السلام اتعملت على الأقل مرتين كبار ولم يحل ده دون استمرار عن معادة السلام ولم يعتبر باي مقياس انتهاك انما اي ظروف عفوا على المقطع اي ظروف حصل فيها هذا غزو لبنان واستمرت لحد ما توصلنا الى اتفاق التحكيم في طابق لو بتذكر يعني في النص الاولاني اتنين وثمانين يعني بدأ من اتنين وثمانين لغاية نهاية 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 لحد ما قبلت اسرائيل بالتحكيم اعتقد انه بعد ما قبلت وبدأت عملية التحكيم رجع للسفير والمرة التانية حصل فيها عضوان اسرائيلي شديد لكن حدثت بشكل رسمي وليس يعني انه محدش يعرف الا الناس الدبلوماسيين فقط لا لا علني ورسمي وتدخلت الولايات المتحدة وسعت لانهاء الازمة لحد ما انتهت في الحال تاني يعني فانما لا بقصوده لما بقول ان مصر تاخد جانب اكثر مبادرة اكثر هجومية بالمعنى الدبلوماسي والسياسي دون انتهاك المعاهدات ودون الخروج عنها اقصد حاجة اكبر من كده اقصد انه لابد ان مصر تضع هذه القضية كان مرحلة طوية وان احنا قان الاوان ان احنا نتحرك بمقتضيات الواقع زي ما اصبح الان هدي عندنا حكومة اسرائيلية لها الموقف ده عندنا مجتمع دولي ده موقفه الواقع العربي شكله كده وندرك ان احنا قدامنا جبل عالي ولا ما فرق امامنا من احنا نصعده بكل ما في ذلك من صعوبة مش لان احنا دولة غوية واجع او ان انا بقترح ان احنا نوجع قلبنا برغم كل التحديات اللي بنوجها لكن لان ما لم يحدث ذلك هنواجه بموقف اكثر صعوبة تتحدانا بشكل اكبر من موقف ومن نقطة بداية اسوأ من ده وحنلاقي نفسنا مضطرين بقى ناسة على ده يعني هنكون حلنا مهدود اكتر والتحدي اللي قدامنا اصعب زي ما لو كنا تحركنا الوقت لا احنا في حفرة اعمى والجبل اللي قدامنا اشد حضارا وقصوى لكن البديل هو ان احنا نستنى لحد ما نلاقي نفسنا حتى لو اسرائيل ما قررتش تطرد اهل غزة الى مصر هي هتتعمل منطقة عزلة وتقفل غزة وتقول مصر هي اللي تتحمل مسؤوليتها ومصر يبقى قدامها خيار من اتنين يام او انسان حتى انسان بغض النظر عن على حدودنا بيواجه كل هذه القصوى ونسكت او نلاقي نفسنا منطرين نتحمل المسؤولية ونشيل عن اسرائيل عبد امنها زي ما هي بتخطط ففي كل الاحوال حنلاقي نفسنا منطرين نواجه هذا ربما يكون افضل ان احنا نبادر بدل ما نستنى لحد ما هو يجي طيب ونحن في الحفرة يعني الحفرة كيف الخروج يعني هل انت عارف انك هتبعت قافلات اغاثة هتم قصفها في انباء حتى عن جنود قتلوا في قصف اسرائيلي يعني طبعا المعلومات دي لو صحت هتبقى مزعجة جدا جدا يعني لكن المخرج احنا قدام موقف غاية في الصعوبة والتعقيد حتى لو حطينا المسئولية عنه طبعا على اطراف تانية احنا الى حد ما مسئولين عن جزء خصنا فيها ان احنا ادينا الانطباع للاخرين ان احنا في مساحة تسامح مع حاجات من انه ربما هتلاقي كتابات في اسرائيل وفي امريكا بتقول انه مصر برغم كل ما تقوله عندها ارتياح ورضى للقضاء على حماس لانه حاجات من نوع ده لانهم اخوة مسلمين اه كلام يعني اللي يعرف العمل النظام المصري واهم من ده اللي عنده وعي بالامن القوم ومصالح العليا المصري يدرك انهم فيش حاجة اسمها كده وانه عندنا مشاكل مع قوة كتيرة تانية مش حمس اولهم ولا هي اخرهم لكن عارفين ازاي ندير امورنا ونحافظ على مصالحنا وكمان نكون وقفين في موقف اخلاقيا وتماسك لان الدول برضو بتحسب باتزانها الاخلاقي مش بس بحسابات المصالح الدايئة فلا طبعا احنا منواجه موقف صعب صعب للغاية لكن اول لحظة لاختبار صلابة هذا الموقف هو التعامل مع المسألة دي ازاي ننجح في انه نقوى الموقف العربي ازاي ننجح في مخبت الاعلام العالمي يعني انا اتمنى ان انا شوف كل يوم في قنوات العالم الالماني والامريكي والبريطاني والفرنسوي متحدثين سواء باسم الحكومة المصرية او يعبروا جيدا عن مصالح مصر يكونوا موجودين يشرحوا ويتكلموا على مش ندفع عن نفسنا عشان مش عايزين الناس تخش عندنا ده يعني بيصغرنا لو مشكلة مصر الوحية مش عايزين فلسطين يجو عندنا مش هو مصر اكبر من كده جزء ما فيهوش يعني رؤيتنا ومن ضمن هات ان ما يفعش اسرائيل تتحول الى قوة مهيمة تفعل ما يحلو لها تنتهك ما يحلو لها ونحن نحاول بس نضمن بس ندخل عربية المساعدات رغم اهمية ده طبعا هل الاشياء اللي وضعتها في مقالك ويمكن اوضع بعضها حضرتك وضعت التركيز على الوجه غير الشرعي وغير الانساني وغير القانوني لسياسات اسرائيل تجاه الفلسطينيين يضاح ان الموقف السلبي من المجتمع الدولي والذي يشارك في المسئولية بقبول الاستمرار انه غير مقبول دعوة شركاء اسرائيل الى مراجعة برامج التعاون العسكري والتسليح معها اتوقف عند التالت نقاط دي اتمكن توضيح اكتر على الاقل الان ربما تجاوزت من الاحداث هو طبعا يعني مفيش حاجة تجاوزت للاحداث تماما لكن بالتأكيد لما كنا في لحظة بنتكلم على تصرفات اسرائيلية بتستخدام قوتها العسكرية ضد سكان مدنيين كنا في موقف ربما افضل نسبيا من لما بيتقال ان ده هو رد اسرائيلي على عدوان على مدنيينها وبالتالي هي بتدفع عن نفسها طبعا موقف اختلف لكن ما انتهاش لازم ولازم نرجع الناس للخطيئة الاولى زي ما بيقول الخطيئة الاولى هي وجود احتلال ولازم نوضح للناس ان الفلسطينيين مش بيعملوا العمليات دي كنوع من الابتزاز للاطراف الاخرى عشان يحققوا مكاسب الفلسطينيين ما عملوش الاجراءات العنيفة دي الا لما تأكدوا يقينا ان كل الطرق الاخرى اغلقت مش عشان يحسنوا مركاسهم متفاودي مش عشان يبتزوا حققوا مكاسب انا كنت عايز اسأل اي واحد من اللي بيقولوا ان الفلسطينيين اخضقوا وربما يكون حقوا يبقى ده رأيه ايه اللي انت كنت بتفرحوا عليهم ايه البديل اللي قدامهم غير ان هم يقبلوا ان هم يعني يندثروا في خيام ومخيمات ولا ما الى زي فده نمرة واحد ان احنا نحط مسألة الشرعية والمشروعية بوضوح في قلب حدثنا عن سياسات اسرائيل وانه ده طول ما اسرائيل ما بتعملش التزاماتها القانونية هي دولة ناقصة الشرعية النقطة الثانية اه دول المجتمع الدولي بيتحمى قدر من المسئولية عن ده اولا لان احنا في مجتمع دولي يحكموا قانون دولي وقانون دولي مالوش شرطة يندهلها تنفذ القرارات ولكن المجتمع الدولي هو المسئول بدوله عن تنفيذه فين هنعمل ايه يلا نقعد نشوف هنعمل ايه لتنفيذ القرارات صدرت عن او المتحدة قرارات ملزمة صدرت عن او المتحدة في القضية الفلسطينية وراجعت برامج التسلح او التسليح لازم نتكلم بصراحة احنا ليه نتكسف من طرح موضوع اسرائيل لا تحرج ابدا من طرح اسرائيل بدون اي يعني توقف تناقش كل صفقات السلاح اللي بتعمل الدول العربية مع الدول الغربية بدون حرج وبدون خدم محدش من الدول العربية رأى الالمانيا ليه الغواصات دي ولا رأى الامريكا مش متأكدين انكم القرار ونناقش ونشرح ونعمل حملات في حدود ما يمكنه في الواقع الواقع دلوقتي واقع صعب لكن انت بتبني وطريق بطبقة بتقوم على طبقة وخطوة بتؤدي الى خطوة انما قبول الامر الواقع ان احنا يعني قطر خير الدنيا لو هم يعني يدون سلاح لكن احنا ما بدرش نفتح بقناف انتم بتسلاح والسرائيل يعني اعتقد والحاجة الاهم ان فيه مناخ مختلف في الرأي العام في الدول الغربية مش بقول انه خلاص الرأي العام بقى مناصب لحقول الشعب الفلسطين لكن فيه واقع انا من عشرين سنة من كنت شايف هل الموضوع السلاح النووي الاسرائيلي بينما ايران مطلوب من كل الدول العربية ان تشجب اي محاولة رغم انه لا تصل بعد هل هل حصل شيء يعني الحقيقة قالوا ان موقف مصر رفعتهم من اجندتها لم يعد مطروحا وكأنه جزء من النضج يعني بانه موضوع مفروغ منهم انا اعتقد انه ده يعني ايه توصيف مغرض للموقف المصري لانه برضو اه صحيح فيه اوقات الحكومة المصرية بتهدي اللعب تبقى عندها اولويات تانية حسابات متعلقة بأزماتها الداخلية الاقتصادية اي حاجة تقوم تقرر انها تقلل من الدوق لكن مصر لم تتوقف بالمرة عن اثارة البنمج النووي الاسرائيلي او منطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الوصول لكن انت بتقول نقطة ربما تذكر انت في المقالات اللي اشارت لها قلت ان لابد المصر تعيد طرح المسألة دي بمنتهى القوة والحزب ليه مش بس علشان نرزل على اسرائيل ولا نحرجها عدم التوازن الاستراتيجي اللي حصل في المنطقة ده بيقزي مصر اذا ضغط مش بس امني انما مكانتنا في المنطقة مكانتنا في العالم حتى مصالحنا الاقتصادية محطوطة في مستوى ادنى مما نستحق وما يمكن بسبب اختلال هائل في التوازن الاستراتيجي في المنطقة كلمة مين اللي تسمع كلمة مين اللي تخشى مصالح مين اللي يحضر عليها دي حاجة مفيش قوة في العالم مدركة لمكانتها في منطقتها بتتهاون في الملفات دي مهي الهند ولا مكستان ولا البرزيل والارجنتين وقت ما كانت دي قضية هناك ولا ولا في شرق اسيا كل دول بتاخد موضوعات دي بمتاج جدية دي مش مش طرف ديبلوماسيين مش مدركين لا دي اسعار العيش في مصر هي الحلقة الاخيرة من سلسلة بدايتها مكانة مصر الاستراتيجية في المنطقة هل يعني في مقالك وايضا في المقترحات بتجد انه المراهنة فقط على السلطة الفلسطينية في رمالة ومنظمة التحرير يجب الا يكون هناك التعامل مع الفلسطينيين بجبهة وطنية اكبر وقال انها تعامل معها كما تتعامل اوروبا مع الفلسطينيين هل تتوقع انه القمة السلام في مصر كان واجب يكون فيها شخصيات فلسطينية على الاقل مستقلة الى جانب ابو مازن باعتبار ان السلطة فقدت يعني مشروعيتها او مكانتها او مصداقياتها امام المواطن الفلسطيني نفسه الذي تظاهر فقمعته على ما يحدث في غزة طبعا انا عارف انه ادارة مثل هالي الامور يعني يستدعي القدر الكبير من الحذر والحكم بالتأكيد مصر كانت اكثر واقرب من احتضن تطورات الحركة الوطنية الفلسطينية من وقت تأسيس منظمة التحرير ثم تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وكل منهما اسس واحتضنته مصر ودعمته وكان لها اسهمها الطبيعي في نجاحهم لانه ده كان تعبير عن متطلبات اللحظة حركة منظمة التحرير الفلسطينية كانت في لحظة الصراع السياسة السلطة الوطنية الفلسطينية كانت في لحظة محاولة التواصل لتسوية سلمية وحل الدولتين اعتقد انه الواقع دلوقتي لا هو واقع منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها القديم ولا هو واقع بشكلها اللي اختبط بأسله بما تحمله من مسؤوليات على الشعب الفلسطيني يعني مسؤوليات ظالمة بدون ما تديره اي حاجة وبالعكس بتهدم مصداقية وبتاكل من حتى وطنية الحركة الوطنية الفلسطينية فاعتقد انه ده واحدة من واجبات مصر ومسؤولياتها لسبب ما اعتبرنا ان في عملية سلام حيجي يوم ونرجع لها ان شاء الله بعد عمر طويل فنبقى نشوف القضايا لأ دي لحظة تستدعي من مصر بمنتهى الاهتمام الجدية تتكلم مع القوى الفلسطينية هل بقى نبادر بدعوة اطراف فلسطينية اخرى في المؤتمر اعتقد انه ده ممكن يكون مش عملي لكن لابد انه الفكرة اللي انت بتشير لها واللي انا شخصية مقتنع بيها لابد من بدء العمل عليها فورا وبمنتهج جدية وعندنا كفاءات في المؤسسات المصرية مؤهلة تماما لهذا الدور لو جئت الى توصية اخرى انت وضحتها وكل هذا ساضعه تحت في الوصف لمقابلاتنا لمن يريد ان يرجع الى هذه المقالات وخصوصا هذا المقال عن السياسة الخارجية المصرية واهمية تفعيلها تجاه اسرائيل والقضية الفلسطينية موضوع ان المصر يجب ان تتعامل وتفتح الباب مع الشخصيات الاسرائيلية واليهودية المعارضة والمعادية حتى انصح التعبير لما تفعله حكومة تاتنياهو والليكود باقتلافه المتطرف هل يمكن ان يتم ذلك دون ان تخشى ان يرد عليك ويستضيف لك معارض مصري يعني الحقيقة ان المعارضين المصريين بيستضافوا برضه فانما انا شخصيا رأي انه طبعا لابد المعارضين مصريين يكون لهم فرصتهم التامة مش بس من يستضافوا في الاعلام العالمي انما قبل ده كله في اعلامهم الوطني وغياب وغياب المعارضة المصري عن الاعلام الوطني حاجة ما هيش في مصلحة مصر هي ضد مصلحة مصر خلينا نقول بس ده ده تفريع عن موضوعنا الرئيسي ومناسبة التفريع ايضا اعتقد انه انه هذا ما حدث في المظاهرات الاخيرة انه الدولة حست انها تحتاج الى متظاهر لكي تذهب الى صنع القرار الامريكي وتقول له انا انظروا انا عندي شعب يرفض ما يحدث لانها تساعده مثل ما ايضا استخدامها الرئيس السيسي في ان انظروا ماذا حدث لرابين والسادات من قتلهم وهي اشارة اخرى الى انه لم يكن صندوق الانتخاب فربما انا اخشى على نفسي يعني الحقيقة احسنت في ثرة النقطة دي المشاعر الرئي العام المصري اللي ظهرت في المظاهرات لكن ظهرت اوسع من قبل المظاهرات وبيدهشني انا وربما يدهشك انت او ربما انت عندك احساس بمتابعة الاجيال الجديدة اما تلاقي الشباب اللي في العشرينات من عمرها وربما حتى اصغر من كده عندهم هذا الارتباط بالقضية الفلسطينية الا انا كنت متخيل انه احنا جلنا بقى هيحمل عصاه وهذه القضية ويرحل تاريكا مجتمع ناسي خالص ان في حاجة اسمها فتبين لي ان الناس دي تمسكها بالقضية اكبر من اجيال بتاعتنا وطبعا من غير شك الحكومة اللي تتحرك ولا يبدو لمن يتعامل معها انها تعبر عن رأي عام بتكون في مواقف اضعب كتير من لما تكون واقف وراها رأي عام له رأي وهي بتعبر عن هذا الرأي فمن غير شك من غير شك ده في مصلحتنا وانما انا حتى رأي حق المعارضة من الظهور في هذه القضية وفي غيرها من القضايا انما فيما تعلق باسرائيل وبالمؤسسات اليهودية في العالم في طبعا مؤسسات يهودية وفي طائرات اسرائيلية معادية للقضية الفلسطينية وللعالم العربي والاسلامي معادات كتير منها توصل بدون اي جدال لمرحلة العنصرية لكن في نفس الوقت في ناس موقفهم من الغضوح والشجاعة واحيانا النبلة ان انا اعتبر ان اللي ياخد موقف مساند لقضية فيها تناقض مع ابناء قبيلته ايا ان كانت بقى قبيلته العرقية ولا الدينية ده انسان تخطى مراحل الموضوعية الى قدر من النبلة انما ده موجود وناس لها بقى صوت ومسموع ولهم وزن في الوقت المتحدة في اوروبا في جوة اسرائيل ما ينفعش ان احنا نسيب الناس دي ما نسمع لهمش وربما حتى ناخد منهم خيوط وافكار ازاي نساعد على انه المجتمع الاسرائيلي اللي انحرف الى اليمين حتى وصل الى اقصى درجات التطرف ازاي يرجع تاني يبقى مجتمع قبل ان احنا نتفاهم معاه خصوصا انه لو استمرت اسرائيل بهذا التطرف والمجتمع الدولي بهذا الدعم احنا والقضيتنا الفلسطينية ما صرنا الى صراع ابدي صراع و اذى ودمار وقتل الى الابد الخط الاحمر بالنسبة لليبيا كان عند سيرت بالنسبة لمصر هل هو عند حدود رفح المصرية هو ده برضو نقطة مهمة جدا لا يجوز ان مصر خطة الاحمر يبقى ترفح ولا حتى خان يونس ومدينة غزة وشمال القطاع خط مصر الاحمر هو القضية الفلسطينية بكل أرضيها بكل أبنائها حتى في ذلك اللي عايشين في مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة وبرجع تاني اقول انه ده مش انا بحب جدا ان مصر يبقى موقف انساني واخلاقي ودايما اتمنى ان بلدنا تبقى في طليعة الدول المحترمة القيم لكن انا بتكلم من ناحية المصلحة الوطنية وامننا القوم طول ما هذه القضية بدون حل او حلها ما يقوس منه طول ما امننا ومصالحنا في الخطر وطول ما في هذا الاختلال في التوازن بين هيمنة وقوة اسرائيل والحرية المطلقة اللي بتتصرف فيها في المنطقة مقابل حذر وحسابات ضيقة شديدة التقييد في حركتنا طول ما احنا مصالحنا مصالحنا اليومية مش المصالح الكبيرة بتاعت الكلام الكبير شكرا جزيلا لك الى اللقاء في حلقة اخرى من متابعاتنا عن غزة من واشنطن مع تحياتي حافظ المراحل اشتركوا في القناة